السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخواني وخواتي حياكم الله جميعا سالفتنا اليوم هي سالفة ثلاث شباب شاهين وبدر وصالح وشاهين وبدر وصالح ثلاث شباب طواريح وللي ما يعرفها الطواريح هم صيادين الحررة يطلعون الشباب الثلاثة هذولا كل سنة يعني من عام الثمانين تقريبا بدأوا بس صيد الف وتسعمية وثمانين في عام ستة وثمانين حصلت معاهم هاي الحادثة طبعا هما الشباب الثلاثة عمر الشخص تقريبا حوالي خمسة وعشرين إلى ثلاثين تسلسل أعمارهم شباب يعني هذول الثلاثة أشخاص في عام ستة وثمانين كانوا طالعين باتجاه الصيد بدهم ببداية الموسم بشهر تسعة يبدأ الصيد طبعا نحكي هالمعلومات للي ما يعرف أما بالنسبة للأخوة الطواريح يعرفون هاي الأمور بشكل جيد في الشهر التاسع يطلعون ويرجعون بشهر اثنى عشر يعني ثلاث شهور موسمى الصيد قرروا في عام الف وتسعمية وستة وثمانين أنهم يطلعون باتجاه جبل عبدالعزيز وطبعا الشباب الثلاثة من الحسكة باتجاه جبل عبدالعزيز والصيد في جبل عبدالعزيز يكاد يكون صعب أو خلينا نقول مستحيل لأن وعر وإذا جيت باتجاه وادي وعبر الطير هذا الوادي بدك تلف مسافة خمسين كيلو متر وعر تتوصل مسافة عشر متار إلى الأمام يعني صعب جدا ولكن شاهين وصالح وبدر كانت عندهم خبرة كبيرة فقرروا هاي السنة عن طريق الربط يقنصون أو يصيدون يعني الربط ثابت بمكان واحد المهم إخواني طلعوا بداية الموسم جهزوا سيارتهم وضبطوها وفي معاهم أيضا مطور دراجة نارية هاي المطور يأخذونه لأنه يوصل المكانات السيارة ما توصلها في أثناء ملاحقة طيور وطبعا مثل ما قلت إخواني نتكلم عن ثلاث صيادين إسمهم بهذا المجال يعني موسمهم ثلاث أربع طيور في ذاك الوقت وهذا رقم يعتبر ممتاز هاي السنة سبحان الله قرروا يصيدون بهذا المكان الوعر والخطير طبعا جبال عبدالعزيز إخواني 85 كيلو متر طول وخمسطعش كيلو متر عرض وديان قمم جبال مرتفعات مرتفعات صخور ما يعني إغابات حيوانات مفترسة يعني المخاطر من كل جهة ولكن في طيور على مستوى كجمال طيور ونوعية الطيور والصنف الموجود ما موجود وغير مكان يعني مواطنات هذنة وخصوصا طيور الشاهين بهذا الجبل موجود بكثرة ونوعيات نادرة فقرروا هذول الشباب بعد ما رتبوا أمورهم وقبلوا بشهرين يجهزون ويرتبون خيام وما خيام وأفخاخ وصيد وأسلحة يعني عدة الطواريح في تقريبا خمسة أو ستة تسعة توجهوا على جبال عبد العزيز بهذاك الوقت هم يروحون الثلث شهور ما يرجعون على البيت ألا إذا صادوا اليوم من الصيدون يرجعون على البيت يبيعون ومن ثم يكملون مرة ثانية يستمرون الشباب هذولة يوم وصلوا على جبال عبد العزيز ما كانوا مقررين على مكان معين من خلال هال خمسة وثمانين كيلو متر قالوا نشوف لنا مكان مناسب والأهل أخواني ما يعرفون شي عن هذا الموضوع يعني ما يعرفون وين بدهم بالضبط خيمون يوم وصلوا الشباب هذولة بعد حوالي يومين أو ثلاثة طبعا جوالات بهذاك الوقت ما بي خلال أسبوع لازم واحد منهم يطلع البيت يطمن الأهل عن الوضع إذا ما صعدوا شي طلع البيت يطمنهم ويقولهم أنه إحنا ترى بخير وسلامة واتطمنوا إن شاء الله خيريا ما ماجه حده أسبوع عشر تيام خمسة عشر يوم كان يعني إذا ما تتصل بشخص خمسة عشر يوم عشرين يوم بهذاك الوقت يعتبر الموضوع تقريبا طبيعي فقرر واحد من الأشخاص واللي اسمه عبد الله وهو أخو شاهين قرر أنه يطلع يشوف أنه وين راحوا بأي مكان راحوا وفعلا طلع طلع بمطور طلع بمطور وبدأ يدور هو يعني قايله على ثلاث مكانات ممكن يخيمون بيهن طبعا إجي حبد الله جبل قلنا لكم وديان وسهول وغابات ما خرجت دور عن حدا يعني بصراحة يعني يغبي مدن الجبل راح جود دور سأل فيه طواريح بروضة بجنب الأجبل سألهم قالهم الشباب شاهين وكذا قالوا والله السنة يعني احنا مستغربين ترى ما شفناهم يعني هذول الشيوخ الكار مثل ما يقولون ما جو السنة استغربنا يعني سأل طواريح النوب ما بي قالوا نفس الكلام وين يعني هو عبد الله يوم يجي على العالم يسأل الناس تلقى تقولوا وين شاهين وين فلان وين فلان وين بدر وين صالح يقولهم والله صالح وبدر وشاهين طلعوا على بس ما ما شفتوهم قالوا لا والله ما شفناهم السنة مستغربين مو موجودين طلع عبد الله أول يوم ما جه ثاني يوم ما جه ثالث يوم راح المكانات اللي شاك بيها اللي قالوا له عليها يدور يسأل صار ثلاث يوم يعني الطارش اللي راح يدور على الشباب ما رجع اركب عبد الله ورجع عليها له سلام يا جماعة وعليكم السلام وين شلون القنيص شلون كذا قالوا أي قنيص ما بي ترى أنا ما لقيت الولد شلون ما لقيت الولد قالوا والله ما لقيتهم ولا حدا شايفهم بنوب قالوا يا ابن الحلال شلون ما حد شايفهم وين ما دورت بالمكان الفلاني هم قالوا يروحون على المكان الفلاني قالوا يا جماعة انا ما قاعدة مزحيا انا دورت الجبل كله ترى ما لقيت حده الولد اذا ما كانوا طالعين فطالعين على غير هذا المكان قالوا ما يصير هم قالوا بدهم السنة رابط بالجبل هم قررين ومنتهى الموضوع قال والله بالجبل يجوز يجوز موجودين بس آني ترى ما لقيتهم والثلاث مكانات اللي قالوا لي عليها ما لقيت بها شي لا سيارة لا مطور لا خيام لا الشباب شلون يا ابن الحلال قالوا والله هذا الصار معاه قول والله توكلوا على الله سيارتين ثلاثة بعد هد يوم يومين اطلعاني دورا يدورا اخواني بهالجبل مشى طوى الجبل سئلة والرعيان الغنام سئلة والكذا ابد ابد هاي السيارة التويتة بيضة موديل 82 ابد ما شفناها قالوا والسنة هاي نعرف سيارتهم ما شفناها ابدا من هين لهين يا جماعة يا عالم قالوا ما اناته طلعوا على الروضة راحوا على طواريح البرروضة سيارة راحت هيتشل وسيارة راحت على الروضة بديرها الزور وعلى مكانات قلبيها الطرح والطيور كل ما يجون معروفين شاهين معروف على مستوى يعني من حما وانتجاي من سنجار وانتجاي كل الناس تعرفوا ما موجود ابا ولا الو اثر نهائيا لا بالروضة ولا بالروضة ولا بالروضة الشمالية ولا بالجبل ولا بالكذا له شخص انه تقول يا جماعة ولا سوى حادث تكرفت بجليب راح بمكان انقتل هاي سيارة ومطور وخيام تختفي أبدا هيتشل قالوا يا جماعة استنوا انتظروا انتظروا الاثنعاش يعني ما تقدر تعزرون شي هالسع الا لشهر اثنعاش قالوا خير ان شاء الله استنوا طبعا ما حد يقدر يستنى اهل يعني هذا يروح بنفس الوقت يروحون يدورون جاء شهر اثنعاش يا جماعة وما بيش عشر اثنعاش ما فيش عشرين اثنعاش ما فيش الشهر الاول ما فيش خلاص معناته شاهين وبدر وصالح قالوا صاير عليهم شي حتما يعني والله اعلم يعني شوف شنو اللي صاير معهم طبعا اخواني دوروا يعني بالنسبة للبحث عند الامن عند الشرطة عند المشافي ما خلوا مكان خلاص ما في مضى ست شهور ما بيش صورهم بالجريدة بالجرائد بل ما خلوا وسيلة اهل الشباب هذول ما تتبعوها وما في نتيجة يعني تقول سبحان الله انشقة تلقاعوا وبلعتهم لا سيارة لا مطور ولا اثر ما فيش عجيب غريب راح هذا الكلام طبعا في عبد الله استمر بالبحث استمر بالبحث لسنين من عام ستة وثمانين الى عام اثنين وتسعين وهو يبحث في كل سنة يطلع عبد الله على موسمة الصيد ويسأل يعني اخ وهو عبد الله اخو شاهين مشان ذكركم اخواني يبحث بل كي يلاقي اثار الناس تقول له يا ابن الحلال خلاص يعني يعني ابني بيت تعزيب يا اخي يعني ما هو الله اعلم ولكن قال لهم والله اذا ميتين اريد عرف طي اريد اوقف على جثثهم اريد ادفنهم اخ يعني ودم حامي على اخوه وهذول ربع زاد يعني زاد غالين علي المهم يا جماعة ترك كل شي ويدور على هذول الشباب وما بنتيجة بل اثنين وتسعين جاب له ناس مشية توقف بحث وفعلا يا جماعة بقف عبد الله عن البحث خلاص يعني ما في اثنين يعني ست سنوات وما في اثر لهم لذول الشباب الثلاثة يعني قالوا خلاص يعني يا ابن بيت تعزيب يا عم بس ما بنوا انه ممكن يعني في امل الله اعلم هذا عبد الله في عنده اعزكم الله بقرات عنده بقرات بده ياخذها يشيل ويبيع طبعا اخواني وين بده يبيع عبد الله كان سوق البكمال سوق للبقر زين يعني سعر اغلى وهو ياخذ تاجر من الدير على الحسك اخواني قلونا نشوف شنو اللي صار بس حطونا لايك واشتراك وطبعا اخواني اهم من هذا الشي اربط الاحزمة لان القادم صعب جدا يعني يعصف بالمشاعر يطلع عبد الله شايل بسيارته هذن البقرات ورايح باتجاه البكمال طلع بالليل يعني وصل الفجر على هذا الماقف السوق وصل اصبحت الدنيا الفجر صلى الفجر ونزل هالبقرات ويبيع جادي يبيع يدلل عليهم يدلال عليهم يسومون بهن الناس وهو موجود بالماقف يضرب عينه عبد الله واذ باخوه شاهين على مسافة حوالي عشر متار منه لكن يا جماعة يعني الموقف صعب جدا يروح لا مو شاهين يعني اول ما تبادر الذهن خلونا اقولكم ما صار معاه بالضبط اول ما تبادر الذهن انه مو شاهين شلو شاهين احنا نحكي في عام خمسة وتسعين يعني مضى من الستة وثمانين حوالي عشر سنوات وشاهين مو موجود بها الحياة فجأة بلبوكمال موجود شاهين او شاهين قاعد يبيع غنم اخو عبدالله وعبدالله جايب عزكم الله بقر على هذا الماقف هذا بي معاه عالم واقفين يعني اللي يشبه شاهين يعني عالم واقفين معاه وقاعد يبيعون غنم وهذا عبدالله وام شاف شاهين ما حد يعرف يعني ترك البقارات باعهم بشلول ما كان السريع يعني صار خلاص ما حد يقدر يفكر يعني اخوك من عشر سنوات تشوفه شنو يقول قال اريد اروح اعرض من قدامه يعني تعرفون مو معقوله اخوي بما قف يبيع غنم طبيعي ما في شي يعني ما هو مكترث بوجودنا معقوله بعد عشر سنوات ينزلوا يبيع حلال ويشتري وكذا وطبيعي ما في شي نهائيا يعني انا فنيت عمري يقول انا فنيت عمري ابحث عنه معقوله يشغل بها البساطة يبيع حلال قال مو ما صدق قال بدي اعرض من امامه يعني اشوفه حالي فلربما يكون مشاهين انا متوهم طبعا الاخ سعب يغلط باخوه بس ما يقول جيت ولفيت من جدامه ووقفت قدامه قاسدا يعني قال والله التفت علي وكمل يحاسب ويسوي ويعطي هذا وهذا معاه اثنين اشخاص واللي معابده يقول رجعت رجعت ما يعني هذا مو شاهين يعني لولو شاهين اقل شي اكترث الوجود اكيد اعرفني كان رحت قعدت ما خلاص يعني يقول خلاص القراط بايش بعتهم ما عرف اش قد خدت فلوس ما عرف يقول واقف واشوف راقب يا ولد راقب حالك شوف حالك هذا شاهين الا مو شاهين يقول يا جماعة الاخ يعني يوم يوطي يوم يوقف يقول رجعت اريد اسمع اريد اسمع صوته اه يقول يوم قربت قال معد ظل بيا خالص مخ يقول يوم سولف قال قمت دموعي قبل قبل سولف دموعي منع يوني معد شوف يعني وقضبط حظنت هذا اللي يشبه شاهين قال حظنت وابت واصرخ بس الشخص اللي حظنت ماهو اخوي يعني شخص مستغرب يعني يريدي بقعد عني يريدي شبيه هذا خرف اول شي بل بداية جفل قال انا حظنت وابت متأكد مليون بالمية هذا اخوي قال ويجوني اثنين بدون قال وقعشوني قضبوني شبيك يا رجل انت ش صالفتك انت ش شبيك قال يوم اتفاجأ اتفاجأ انا ابت ابت بحرقة يعني بكيت يقول بهذا اليوم ما بكى يجوز رجل مثلي بهذا اليوم يعني ما بكيت انا بحياتي مثل هذا اليوم قال يوم شافوني ابت شبيك ابن الحلال حظمت زلم وزلم جفل فعلا يقول شاهين رجع لي ورا جفل ورجع قال قلت لهم هذا شاهين هذا اخوي قال اي اخوك يا ابن الحلال قال قلت لهم هذا اخوي عاد خلصوني اخوي صوت وكلام وعرف زين قال لا لا تسمع عاد ترى مو اخوك هذين قال اعاني ابشي قال انتو يا اخي مو اخوي اريد احذن اريد احذن اريد اشبع بي اخي قال وغبط شاهين مرة ثانية قال ابشي ريخت اخوي ريخت اخوي يعني الصوت الشكل التصرفات الكذا ريخت اخوي عرفها شعر شعره طويل دغنه طويلة هدوم ثوب مكشم يعني حالته رشيشة يا جماعة حالته صعبة جدا قال قال اولي ابن الحلال تعال جاي انت شني سالفتك انت قال يا اخي انا قلت لهم انا عبدالله انا من الحسك وهذا الرجال اخوي هذا اسمه شاهين من عشر سنين انا ما شفته شلون ما شفته هاد قل لنا يعني قال اولي هذا نشمي منو شلون نشمي يا جماعة هذا اخوي يعني يقول الله سبحانه وتعال اعطاني يعني قوة رأي شي مطبيعي يقول متأكد واثق من نفسي انه شاهين ريحت وكل شي قال اولي تعال بس تعال تعال قرب لي جاي يقول اشوف بي عندهم شي البدو هذول يقول عندهم شي لكن ما ما عطوني الثبات يعني قالوا قادوا هذا اللي هو شاهين يقول يوم قادوا شاهين شاهين بي شي يعني ماه طبيعي يعني الا مثلا تاخذوا معاك تودي على المكان الفلاني او اغلب الوقت ساكت يعني الا تجدي رجال صاحي وكل ما في ابدا شي بس الا تاخذوا على مكان او تجيبوا او كذا قالوا له امش يوم قالوا له مش مش معاهم دشرني قال وين رايحين قال يا ابن الحلال انت طول بالك بس خلينا نوصل على السيارة قال لا والله لا والله ما توصلون على السيارة ولا تاخذون ولا شي هذا اخوي قال يا ابن الحلال خلاص طول بالك قالوا نقعد على قهوة قالوا هاتوا شاي جيبوا شاي تفضلوا قعدوا شاسمك قالوا قلت له عبدالله اسمي قالوا شاهين قاعد معي بسدي بس انه شنو ما يسولف قال قول لي يا ابن الحلال انت تقول هذا اخوي شلون اخوك قال لي جماعة هذا اخوي ومن عشر سنين انا ما نشايفه طلع على الصيد وما رجع من وقتها ومعاه ما قال طبعا قال معاه ولده امي اثنين ما سمى او شي قال له ابن الحلال طلع هذا الرجال واحد مننا وهذا الرجال اسمه نشمي او صار له عشر سنين عندنا قال عشر سنين من ال86 قال له اي من ال86 قال له من ال86 هذا اخويه اسمه شاهين مو نشمي قال احنا مسمين اخوي احنا مسمينه نشمي لانه رجال طيب ومن ال86 احنا لقيناه وعايش معانا وواحد مننا وجونا قبل الناس قالوا ان هذا ابن مفقود وكذا ودوروا هاي وما انطيناهم بعدين ما تعرف عليهم وبعدين يا اخوي لولي عرفك لولو اخوك شان تعرف عليك قالوا لشاهين تعرف هذا همه همه البدو قالوا يقولون تعرف عبد الله يقول دحق علي شاهين اخوي اخوي يقول دحق علي قال لا ما اعرفه قال قلت لهم يا جماعة هذا اخوي واني ترى ما اترك اليوم قالوا زين يعني عجيب انه ما اتعرف عليك اخوك احشوني سالفتو قالوا سالفتو جانا بليل ولقاء الراعي جانا راكب مطور وطبعا ما جانا وصل علينا عند الغنم الفجر لقاء الراعي مهور بالمطور زين ما معا بيكا بتويتا كذا ما معا لا بيكا بتويتا ولا شي خاف انك وهمان يا عبدالله قال يا جماعة اني منوهمان هذا اخوي وطبعا يا جماعة موقف يعني يقول كل شوي اقوم واحضن شاهين واقوم ابتش يعني يعني مبين انه اخوي مبين واضح يعني بس يقول هذول البدو اه مغلينو ويريد يحافظون علي وشوي شاهين كانو مضيع 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 اقلو يعني شنو الجهري علي شنو الساير علي وين هسنين هاي كلها كان كل هالتساؤلات هاي يقول قال قلت لهم يا جماعة اني بدي اخذ اخويه قالوا لا شلون تاخذو ما يصير تاخذو ما ننطيك اياه بدك تثبتلنا انه هو اخوك قال شلون اثبتلكم قال والله ما ندري احنا قاعدين بالمكان الفلاني بدوا هذولا هذولا يتنقلون من تدمر الحما يعني كل ثلث شهور بمكان على الجزيرة كل ثلاث شهور بمكان قالوا لو احنا موجودين ببادي تدير بالمكان الفلاني تجي تلقي ان كان اخوك اثبتلنا انه اخوك وتاخذو قالهم لا والله والله هيجد وهيجد 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 ما تاخذونه لول على دم يعني شلون الحل طبعا عبدالله ما انتهى يعني رادوا ياخذونه مانطا قالوا من تذابه حسع مابيل تمت العالم وقفت العالم جاءوا ناس قالوا فعلا يا جماعة ترى هذا عليه دم هذا الرجال هذا الرجال الساكت هذول اخوان كأنهم اخوان يعني يعني دمهم واحد يعني المهم عبدالله طلع زورت ووقفهم قالهم ما تاخذونه زين الحل شا نسوي هذول زاد المساكين ابتلوا يعني قال الحل يا اخوي الروح على هلكم على بيت اهل شاهين قالهم زين نطلع كلياتنا بالسيارة شوفوا يا جماعة الموقف اللي راح يصير قالوا الروح وننزل نشمي قالوا هتقولوا نشمي يا جماعة هذا شاهين اخوي قالوا ما نعرف الحد الان هذا نشمي انطلع اه شاهين ساعة سرور احنا ما عدنا مشكلين بس انه احنا نريد انحافظ عليه لانه رجال عاش عدنا عشر سنين وصار منا وبينين وسمينا نشمي لانه زين وطيب وخلوق و لكن ما عم ضيع رجال مضيع ما يعرف شي عن ما ضيعه ما يعرف شي نهائيا المهم شاني سالفت شاهين يا جماعة شاير بيه في هالعشر سنين تعالوا معايتا اقولكم قوموا ياخذون عبدالله وشاهين والردل الاثنين البدو يركبون بسيارة وعلى الحسكة يوم جوا على القرية اللي بيها اهل شاهين طبعا شاهين بل سيارة موجود واللي هما يسمونه نشمي قالوا نجي عالبيت وننزل شاهين عالبيت شوف والموقف يعني من بعد عشر سنين راح ينزل شاهين على هلو لحالو شرط يعني ليش ينزل لحالو لانه هذول الاشخاص البدو قالوا اذا تعرفوا علي اهلك معناته هذا ابنكم فعلا شاهين مثل ما قاعدت تقول جت يا جماعة السيارة وصفت قدام البيت ووقفوا قال واحد من الرجاجي للبدو هذول قال الحرمة هاي مني طبعا في حرمتين قاعدات بوجه البيت قدام البيت قاعدات الحرمتين الحرمتين ذنى وحده اسمه حسنه اخت شاهين ووحده امه قاعدات بوجه البيت قال هذا من البدو خلي شاهين ينزل تانشوف او خلو نشمي ينزل تانشوف اذا تعرفان عني او لا يا جماعة الروح وين على حسنه اخت شاهين هي اللي حشت الموقف طبعا صفت سيارة تقول واحنا قاعدات بوجه البيت السيارة تبعد عنا حوالي خمسين متر بعد الحوش لكن اللي ينزل منها يبين يعني تقول نزل شخص من السيارة وقالولو هذول الوراء قالولو روح فوت عالبيت فوت وما ينزل معاه اخوه عبدالله طبعا يا جماعة ونزل يمشي باتجاه الحريم يعني الامتار هنا شلون اوصفلكم اياها خطوات شاهين باتجاه امه واخته يعني اول شي اللي عرفت او اللي شكت او اللي صاحت اول شي هي حسنة اختها يعني صاحت يا ويلي شبيتش الام كأنه نظرها ضعيف مو منتبهة يعني ما هي كل شي كل شي ممكن يصير الا انه بعد عشر سنين بهذا اليوم شاهين ينزل من سيارة ويجي يمشي عليه يوم صاحت هاي الام ما تعرف هاي تقول شاهين الام قامت تركض وين باتجاه هذا الرجال اللي طبعا هنا حسنة ايش تقامت وتركض وتبشي وحضنت اخوها اخوها تعرفوا يعني بعد عشر سنين يا جماعة يعني موقف هنا نزلوا هذول البدو نزل عبدالله الكل هنا بهذا الموقف ما خرج صراحة احتي لكم مؤلم جدا حزين الى ابعاد الحدود يعني ما تعرف من اليبتشي وين كان شاهين وعبدالله منين جبت شاهين يا عبدالله قالهم عبدالله لقيته بلبو كمال المهم شنون لقيته قالهم والله لقيته هدرت الصبح وحتنا بعترف قرات ما عرف شنون بعتين يعني مش قجبت مدريين زين منو هذول الجماعة اللي معا منو قالوا والله هذا يصرفون الام شاهين واخته قعدوا طبعا وكذا وفرحة ولسا الناس ما قالوا للناس نهائيا لانو شاهين مختلفين يعني لو مركبته تحضن باخته ما عرفها ما يعرفه ما يعرفه نهائيا امه كذلك بس هم ما يعرفونه المهم قعدوا هاتسول فينا من اللقاء قالوا والله لقاء الراعي ادنى لقاء الفجر راكب مطور ومهور قالوا صحيح المطور اسود كذا كذا مواصفاته هونده كذا قالوا نعم هذا هو قالوا والله احنا لقيناه مهور بالمطور طيب زين ولده عمه فلان وفلان بدر وصالح قالوا والله ما نعرف ما شفنا لا سيارة ولا بدر ولا صالح الراعي فقط لقى شاهين ومكسر يعني شاهين حتى استغربنا بوقتها انو الحادثة المطور خفيف يعني الحادثة اللي متعرض له بالمطور شاهين بهذاك الوقت طبعا احنا وين نحتي يا جماعة نحتي مسافة 85 كيلو متر عن جبل عبدالعزيز باتجاه العراق يعني على حدود العراق لاقين شاهين شنو اللي اخذ شاهين بالليل بالمطور مسافة 85 كيلو متر تايهور بهذاك المكان لحالو وين صالح وين بدر وين السيارة وين الخيام وين كذا الله اعلم يقول لقينا بس استغربنا انو مضرب على راسو انفشيخ ثلاث اربع فشوخ صدمتو براسو سوينا له تصوير طبقي ومحوري وكذا جبرنا مكسور شتفو جبرناه ظل يا جماعة عدنا هذول الجماعة يقولون ظل عدنا مرضان حوالي ستة شهور بين مش فوق البيت ليه بين ما قام ووقف ولكن نسألوا ما يعرف شيء نهائيا يا جماعة وين وين انت ابن منه مع منه قالوا يا جماعة انتوا تثبتتوا من الراعي قالوا والله الراعي يعني فكروا هما تعرفون الاهل بعد ما راحوا هذول الجماعة البدوه بعد ما راحوا وتواعدوا بيوم يروحون عليهم تفهمون من الراعي وراحوا فعلا وفهمهم من الراعي ما بشي يعني اول ما تشك تشك براعي للسبيز لمتين غير شاهين ما عالش شاهين جاء بس في بدر وصالح وين هم يسألون شاهين شاهين ما يذكر شاهين يجي يقعد تسولف معاي سولف يعني يعرف السولف تماما الذكروا تأخذوا على مكانات ما يذكر طبعا يا جماعة دامتها فك شكوا بالراعي الراعي ما عنده شيء يعني طيب الراعي لقاء ومهور وكذا صحيح مظبوط كل العالم قالت هالكلام يعني الراعي ما علي شبهة ما علي شيء ولا حتى يحلفوا يمين ولا كرشي وابحى الامور الراعي ما عنده شيء يعني هذا مهور ولا دواء صحيح مظبوط الراعي هذا سارح لا يعرفه لا يعرف شاهين ولا شاهين يعرفه وين صالح وبدر وإجابة هذا السؤال اخواني أنت شاهين ولكن شاهين مضيع تعال يا شاهين تشاورها والأهل وبيناتهم قالوا ما أنه اللي نأخذه على حلب نعالجوا نشوفوا شنو وضعوا شنو مشكلته وفعلا الجماعة يطلعون على حلب على دكتور معروف وبعد التصاوير والكذا والهاي تطلع فيه نزيف نتيجة الصدمة الصدمة قديمة يعني من الفعلا بال86 آكل هاي الصدمة النزيف هذا مسوي كتلة حول الدماغ الكتلة هاي مأثر على هاي قال لهم أنا باختصار أختصلكم أخواني أسوي له عملية نسبة نجاح العملية 12% وفعلا قالوا له توكل على الله ما في خطر قال الله من عند الله سبحانه وتعالى قالوا له توكل على الله سوى العملية العملية يا جماعة ما نجحت أو إنها حسب ما قال الدكتور مع الزمن راح تعود له شوي شوي ذاكرته فعلا اجوا وراح الموضوع يعني من عامل هذا الحكي بس 96 بعامل 2001 2001 يعني بعد خمس سنوات أهل شاهين الشباب طبعا يطلعون رحلة على الجبل على الجبل عبدالعزيز تعالوا شوفوا شنو اللي صار بهاي الرحلة شباب ثلاثة أربعة وقالوا ناخذ شاهين معانا صح شاهين يعني مو بوضعه تمام وكذا شوي يعني شوي ها شوي بداء يعني في عنده ذاكرة شوي يتذكر أمور بسيطة طفيفة جدا أخذوا وين على منطقة اسمها مغلوجة بمغلوجة في شخص اجل سبحان الله عزمهم قالهم آني ذا بحلكم وهو بيته بالجبل جو وفعلا يقومون يطلعون بالسيارة أربع أشخاص وبيناتهم شاهين وهم ماشين بالطريق يا جماعة ما حسوا دريو ألا شاهين قام يصرخ ويصيح شنو وقف 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 وقفوا وقفوا شنو السالفة ووقف يا شاهين افتح الباب وحدر يركض يصيح أو يبجي يصيح ويبجي وقاموا هذولا ركضوا خلا يزيد حالوا بوادي لا شي بلحقوه لحقوه يعني عبر الوادي وطلع على جبل 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 عادي يعني ما بشي يعني وقف غادي ويأشر لهم يقولهم هنا شنو الهينة يقولهم هنا طبعا يرجف وحاله يعني يعني صار بحالة هلع يعني وعيونه متوسعات وكذا يعني حالة يعني خلينا نقول هستيرية شنو يقول شاهين يأشر العبدالله أخوه يقوله هنا شنو هنا يا شاهين تعالوا قعد ارتاح يشربونه مي يصبون عليه مي يبجي يبجي ويأشر بدينه يقول هنا شنو هنا يدحقون يطالعون الجبل جبل يعني جبل ما بشي ما في أي شيء يا جماعة يعني عبارة عن جبل طبيعي ما في لا فتحة لا شغلة لا شيء بس هذا يقولهم هنا المهم يوم صاروا خالد الموقف قالوا خلاص خيرة وتانا رجعوا يا شباب ركبوا وداوروا داوروا ورجعوا وقالوا والله طبعا شاهين هنا بحالة يعني يبجي ويصيح ويرجف قالوا خلاص رجعت حالة شاهين يا جماعة وشيلوا حالهم من مغلوجة وارجعوا على القرية يوم رجعوا على القرية قالوا شن السالفة بدعوا تعرفون بدت علينا الناس اللي تمت اجت عليهم مش بيه شاهين اليوم ان شاء الله الناس تطمن عليه شاهين يا شاهين صور فينا شنو بيه هنا قال والله جينا على جبل وحضروا من السيارة ويركض وصيح وجا وقف عبر هذا الوادي ووقف عندها الجبل ويأشر النهين قالوا زين باشر نروح نتوكل على الله ونروح على نفس المكان يا جماعة محقولة بدر أو حدا ضرب شاهين بهذا المكان يعني هم قالوا في حدا ضربوا اكيد في حدا ضربوا بهذا لانه الحادثة المطور اللي صاير معاه ما يسوي هاي الفشوخة برأس شاهين جوا على نفس المكان هنا نفس الحالة رجعت يعني اتركوا اتركوا شاهين شوفوا شاهين يدور يعني هي جرف الجرف هذا بالجبل مهدود مثل المهدود الجبل على هذا الجرف ومغطيه تماما لكن مو نبين مواضح هذا الشيء هذا الكلام احنا نحكي عن اكثر من عن الشراء خمسطاعش سنة من صارت هاي الحادثة قالوا تركوا شاهين شي سوي وهو يرتي يشيل حجر ويلقح يشيل حجر ويلقح لو من جاءوا عليه وقالوا بس قولوا لنا شنو بي شتشي الجبل شتشي بي يقولهم بدر هنا ارجعت شوفوا يا جماعة بدأ يذكر اسم بدر قالوا لهم بدر طبعا موقف يعني قصة اللي حكانا ياها هو شاهين يا جماعة يعني انا اقسم بالله العظيم يا جماعة اتأثرت جدا بهذه القصة وهو يحكي لي هو ايضا متأثر بالقصة ويبتشي هو نفسه شاهين يقولهم بدر 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 ايه ما شتسوي يعني ما وحد جرى والف والفين وطنان وكذا قالوا خلاص يعني توصلوا انه جيبون تركسات وباقر ويحفر هذا المكان بدنا نشيل لجبل نشوف شنة السالفة وفعلا يجبون باقر وبدأ الباقر يشيل بوحدة من الشيلات وهو يشيل بعد مسافة خمس او ست متار صخور وتراب وشغلة شنو اللي طلع بوحدة من السحبات سحب الباب تبع البيكاب التويت بيكاب الشباب صالح وشاهين وبدر طبعا نفس الشي شاهين يبتشي ويصيح على نفس الحادثة خصوصا لمنشاف البيكاب قالوا خلاص ارفوا انه هنا الشباب موجودين شا لو بدأ التركس يشيل شا لو السيارة شا لو الكذا بي يا جماعة شنو اللي صاير مع الشباب بالضبط بهذاك اليوم اللي اجوا بي طبعا اللي يروي الحادثة هو شاهين شاهين بعد السنين والكذا استعاد عافيته واستعاد ذاكيرته شوي شوي ولكن بشكل بطيء بهاي الحادثة ما كان منذكر يعني ما كان منذكر وهو يحكي بعد سنين تاحشة شنو تفاصيل القصة بالضبط يوم جو كانت الدنيا مساء قالوا ما رح نبني الخيم والكذا نصف وبي مثل شخط تبع المي يعني مثل المغارة صغيرة قالوا نصف وننام بيها وبكرة من الصبح نطلع على غير مكان ونخيم بي اللي صار يا جماعة انه وان فاتوا صفوا السيارة كرجوا السيارة تماما وصفوا نزلوا فرشة او شغلة شيعة الماشي وشعلوا نار كان في هاي اللحظة شاهين يبعد بحطة بتاليم حطة ويشغل النار يكمل على النار بهاي اللحظة شنو اللي صار الجبل صفحة الجبل كلياته نزل نزل كلياته عليهم سكر على بدر وصالح من هاي الصخور والكذا شنو اجي على شاهين شاهين اندفن منه قسم وضربوا براسه ربطوا صخرة بهذا الموقف شي يسوي شاهين ما عدا يعرف شي يسوي يحفر ما ينحفر يتذكر ما يتذكر مصدوم مضروب شراح يسوي اركب المطور اركب المطور المطور بعيد عن الهاي اركبه وطلع ويركب المطور يحاول يتذكر اهله وين او يروح عليهم وطالع ماشي ماشي هنا اللي هين تعرفون هو مصدوم ويحاول يتذكر ودم منه وكذا ما وقف الهور على حدود العراق يعني شقد انبعد حوالي ثمانين كيلو متر عن اهله ان القرية اللي هو بها فعلا هور بهذاك المكان ولقى الراعي ومن يومها مسمينه نشمي وعاش عند هذول الجماعة البدو كل هاي الفترة اللي هي حوالي تسع سنين ونص او عشر سنين عاش عند هذول الجماعة طبعا اخواني طالعوا فكوا هاي المغار شالوا وكل شي وطلعوا بدر وصالح متوفين وحسب ما اللي وقف والاشخاص اللي وقف بهذا المكان يبدو ان اخواني صالح كان متوفي قبل بدر فالمهم لقوا شخص حاضن الثاني يعني يعني واحد كأنه ميت قبل الآخر الله يرحمهم ويتقبلهم ويجعل مثواهم والجنة يا رب ونوجه طبعا تحية الاخونا شاهين اللي كان اللي روى القصة وكانت القصة صعبة جدا وثقيلة علي جدا نوجه له تحية ونوجه لكم تحية اخواني ان شاء الله تكون السالفة عجبتكم ونالت على رضاكم واستحسانكم اخواني وخواتي اللايك والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته